كذلك في نفس السياق عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث الهجوم الكيموي الذي استهدف بلدة خان شيخون في سوريا وبدأت الجلسة بتقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار إلى المجلس يتكون من سبع نقاط بهدف إدانة استخدام الأسلحة الكيموية ضد المدنيين في إدلب من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الروسية من أنه من غير المناسب الموافقة على نص القرار بصيغته الحالية ودع الرئيس الفرنسي فرانسو أولوند إلى فرض عقوبات على نظام الأسد منددا بما أسماه جريمة حرب ضد المدنيين هذا وتوقع السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن تستخدم روسيا حق النقض الفيتو تجاه أي تجريم قد يطال نظام الأسد بعد استخدامه الأسلحة الكيموية مؤكدا أن مثل هذا الفعل يعد دفاعا عما لا يمكن الدفاع عنه ترجمة نانسي قنقر